وفي نفس الجلسة الخاصة بتجرب تنموية في مواجهة الفقر اتكلمت إلينا بنوفا المنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر وأشادت بالجهود اللي قامت بيها الحكومة المصرية في الاعتماد على الطاقة النظيفة وأيضا خفض الانبعاثات الكربونية وقالت كمان إنه مبادرة حياة كريمة فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وعدم المساواة ذلك يقع في القلب من الحق في التنمية الذي ذكرته مصر وركزت عليه فيما يتعلق بهذا الهدف فإنه أحد الوعود التي قطعها جدوى الأعمال أهداف التنمية المستدامة وهو يعكس التزام أدول الأعضاء بإنهاء الفقر إن النهج العملية لتحقيق هذا الهدف تتعلق بالتركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة وذلك يؤدي بنا إلى أن نمثل احتياجات البشر في الخطط الحكومية إن مصر تعد رائدة في هذا الأمر في توطين هذه الأهداف مع آخر تطورات في التقرير السابع والعشرين الخاص بتطورات وضع التنمية في مصر ولكنه أيضا يقدم دليلا للحكومة ولنا من أجل البناء على البيانات بشكل استراتيجي من أجل مزيد من التدخلات ذات الأثر العميقة مثال آخر ذكر وسوف أذكره مرة أخرى هو التزام البلدان نحو توطين أهداف التنمية المستدامة يعكس من خلال حياة كريمة سوف أنهي كلمتي هنا فقط أود أن أقول أن هذه المبادرة المحلية توفر فرصة رائعة لتخفيف من الفقر وأوجه عدم المساوى ولزيادة شراكة الأمم المتحدة مع الحكومة لضمان تطبيقه الناجح لأنه عندما تنجح الحكومة في حياة كريمة لذلك يعني أنها سوف تنجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة